اشتركوا في القناة أكلمني عن إحياء علم الدين قال هذا الكتاب العظيم الذي أثنى عليه القاصي والداني ومن عدة سنوات نقول يا عبد القادر ما موقفك من قول الغزالي ليس في إمكان الله أن يخلق خلقا أفضل مما خلق يا جماعة تفضلوا شوفوا هذه الوثائق من كتاب إحياء علم الدين ما افترينا ولا كذبنا بس الجماعة مطنشين ما أبدو يرده لأنهم عاجزين أنتم فكرين أنه والله ما أبدو ينظرني لأنه ويرى أني لست أهلا كذاب هو يخاف أن نفتح هذه الوثائق أمامه لا يستطيع عاجز على أن عبد القادر عنده جهاز يستطيع أن يقرم تلك أي نص جاهز طيب يا قرموت يا عبد القادر لو جاءك نصراني وقال الثالوث لا يأخذ على ظاهره هو على ظاهره أنه ثالوث لكن له مجاز ماذا تفعل؟ حرام عليه حلال عليكم بعدها لا تنسى أنه المجاز على المزاج ليس له قانون ليس له ضابط أبدا كل واحد يطلع ما يخطر على باله من معاني الله الذي يسرع إلى المجاز في حقيقته لا يثق بنصوص الكتاب والسنة لا يثق بل هي عنده مليئة بالشبهات والإلزامات والاتهامات بأن الله عز وجل أنزل نصوصا فيها تجسيم هي سبب التجسيم هي سبب التشبيه وبهذا يصير القرآن اللي هو فصل الخطاب بصير المجاز هو فصل الخطاب ليس القرآن وبتصير نصوصه باطلة ويصير فصل الخطاب عند من يأتي بالمجاز شفتوا يا إخوان مثلا كنت أشاهد فيديو لعبد القادر وهو يقول الرحمن على العرش استوه يعني رحمة الله استوت على العرش الرحمن على العرش استوه لماذا؟ لأن دلالة الرحمنية تختلف عن دلالة الله إذا رحمنية الله استوت أول ألا أول الرحمن كما أخبر سبحانه وتسعال الدلالة الرحمانية استوت يا لك من مقرمة عرفوا أن هذا الرجل على نهج القرامة الباطنيين يا ويلك من ربك يعني رحمة الله ما كانت مستوية وين كانت رحمة الله كان عديم الرحمة بعدين استوت رحمته على العر يا لك من مقرمة من من السلف فسر استواء الله باستواء رحمته يا وارث دين جهم رح نشوفها الكتاب العظيم الذي أثنى عليه القاصي والداني من أولياء الله من تزوره الكعبة الكعبة تمشي إخوان أحياء علم الدين المجلد الأول صفحة 269 أبو يزيد البستامي رجل قال له سبحان الله قال قولك سبحان الله شرك أحياء علم الدين مجلد الرابع صفحة 358 كمان لا تنسى نفس الجزء الرابع صفحة 356 إذا رأيت أبو يزيد البستامي مرة واحدة أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة شبتك بأله خليك على أبو يزيد البستامي وكذلك ليس في الإمكان أفضل مما كان مجلد الرابع صفحة 258 ثم الغزالي لا ننسى أنه سلف ديكارت ديكارت الذي زعم أنه أنشأ نظرية الشك وأن الشك موصل إلى اليقين تباركي مت قبل أن توصل إلى اليقين بيتموت شاكك هذه نظرية الغزالي قبل ديكارت الفرنسي المجلد الرابع صفحة 251 وفي نفس هذه الصفحة تجد الغزالي يدعوك إلى أن تكون نبيا يوحى إليك يقول واطبو الطريق فإنك بالوادي المقدس طوى واستمع بسر قلبك إلى ما يوحى فلعلك تجد على النار هدى ولعلك تنادى بما نودي به موسى إني أنا ربك وأن محقيقي التوحيد وصلوا إلى نهاية أنه لا وجود إلا لله وأن العارفين لم يروا في الوجود إلا الله فقط ولذلك قال بعضهم أنا الحق يعني أنا الله سبحاني ما أعظم شأني في مقال هذه الكلمات كذام العاشقين يطوى ولا يحكى يعني منهج باطني يعني خلي هيدا الكفر بطنك لا تعلنه خليه بس هيدا الكفر لا هذا كلام العاشقين وأن الإنسان مجبور في صورة مختار وأنه لا فاعل على الحقيقة إلا الله أحياء علوم الدين مجلد الرابع صفحة 156 أعلن أن الإنسان مجبور وأن أولياء الله يستحقرون الجنة شو بدون فيها أني بدون يعدوا مع الله والله هكذا يقول ويعتبرون أولياء الله أن الجنة دار قضاء الشهوة البهيمية إحياء مجلد الرابع صفحة 3 3-5 بل من يلتفت إلى الجنة فهو غبي يعني كل الأنبياء اللي كانوا يتمنوا الجنة النبي كان يقول اللهم أن يسألك الجنة وأعوذ بك من سخطك والنار كان غبي استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يطلب الجنة جواهر القرآن الغزالي صفحة 44 وأحياء علوم الدين المجلد الرابع صفحة 313 ليه؟ لماذا احتقال الجنة يا غزالي؟ قال لأنها بمنزلة شهوة اللعب للصبيان الصغار جواهر القرآن صفحة 50 أثنى عليه القاصي والداني ها؟ والله لو جلست فقط أذكر ضرلات الغزالي لأخذ معي ساعة وساعتين وثلاث ساعات بل السماع الأنشيد الصوفية أفضل من قراءة القرآن وأتى بسبعة أدلة على يعني مش بس فضل أبا يزيد على الله لا فضل الأنشيد على كتاب الله وين هالكلام؟ إحياء علم الدين المجلد الثاني صفحة 292 صفحة 298 ثم قال في كتاب الأربعين في أصول الدين القرآن يناسب كل الخلق إلا للذاهب إلى الله ما يناسبه القرآن الأربعين صفحة 46 وأن من أثبت موجودا مع الله فهو مشريك إحياء علم الدين المجلد الرابع صفحة 86 مش بس هيك وزعم الغزالي أن الأنبياء جاءوا لهذا النوع من التوحيد ما هو لا إله إلا الله التي معناها لا أرى في الوجود سوى الله مجلد الرابع إحياء صفحة 86 وهذا أبو يزيد الأسطامي ما شاء الله طلب من أحد الرجال أنه إذا أراد أن يصير وليا لله بيعلق على رأب تسلة يعلق على رقبته سلة ويأتي بجوز ويلاحق الأولاد ويقول لهم بس بس الأولاد أي واحد من يضربني كفاً أعطيه جوزة قال حتى يتعلم شوه التواضع يلا كل واحد يلا مين يصفعني تفضل هذه جوزة يصفعني لن نكثر الحديث عن إحياء علوم الدين لكن يهمنا الآن قول عبد القادر أن إحياء علوم الدين كتاب عظيم ومرت سنة سنتان حتى الآن وأقول يا عبد القادر ماذا تقول في هذا النص ليس في إمكان الله أن يخلق خلقاً أفضل مما خلق جاوبنا ما يغطي جواب وهناك آيات قرآنية كثيرة نذكر منها هذه الآية أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا سورة الإسراء آية رقم 99 فإذا ما كان عندكم جواب وفقط تثنون على إحياء علوم الدين ومن جملة ما فيه هذه العبارة ليس في إمكان الله أن يخلق خلقاً أفضل مما خلق سوف أضع بين أيديكم حوالي عشر صفحات كلها يدافع فيها الغزالي عن هذا الكفر طبعاً هذا كفر ماذا يقول الغزالي عن من انتقدوه بسبب هذه العبارة شوفوا يا أخوان كما ترون أمامكم حجب فهمه قصر علمه شركاء الطغام بل أمثال الأنعام الغزالي يصف من خالفه في هذه العبارة وانتقده عليها بأنه حيوان وسفهاء الأحلام أفتوا بمجرد الهوى ستكتب شاهدتهم ويسألون بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله تأويل كتاب الغزالي وإذ لم يهتدوا به يعني بيحيي علم الدين فسيقولون هذا إفك قديم شوفوا يا أخوان الوقاحة ثم يقول عنهم أهل زور أهل فسوق يطلبون الدنيا في انتقادهم لعبارة الغزالي يطلبون الدنيا تآلفوا على المنكر تصافوا على الخديعة والمكر بخلاء عن الله لا يفلحون لا تظهر عليهم موريث الصدق ولا تسطع حولهم أنوار الولاية ولا يستر عوراتهم لباس الخشي ولا يستر عوراتهم لباس الخشياء حجبوا عن الحقيقة بأربع الجهل والإصرار ومحبة الدنيا وأظهر الدعوة فالجهل أورثهم السخف والإعجاب وإظهار الدعاوة أورثهم الكبر والإعجاب والرياء كل هذا لماذا لأن هناك من نصحه بأن يتوب من هذه العبارة وأن يحذفها فأصر عليها وعمل جزءا خاصا بها لإثبات أن العبارة ليس فيها شيء ثم قال المشكلة في أفهام الناس هذه العبارة لا يوجد فيها مشكلة أبدا ثم يجيء من يتشكون ويتظلمون ويقولون أنتم تحريفيون لا أنتم سبابون أنتم لله سبابون منتقصون والآية ترد بوضوح على انتقاسهم وسبهم لله وتحديدهم لقدرته بدنا من عبد القادر يعمل فيديو يوضح موقفه من هذه العبارة الغزالية ليس فيه إمكان الله أن يخلق خلقا أفضل مما خلق هل يوافق الغزالي ولا يخالفه يعني عند الغزالي والأشاعر جبال من الضلال وحينئذ عبد القادر حينئذ يقال لك أستر عورتك جالس شغال بابن تيمية ولماذا تركت الوهابية شفت يا ضال تركت الوهابية وأشربت كفر الضلالات الغزالية لمعرف لماذا تركت الوهابية فأستر عورتك إن كنت حقا ناصحا وقد دفعتك الغيرة على الدين لهذا تتكلم عن السلفيين بسبب غيرتك على الدين ابدأ بإنكار ما هو كفر صحيح واضح كقول الغزالي ليس فيه إمكان الله أن يخلق خلقا أفضل مما خلق هل سوف يفعل عبد القادر أشك في ذلك المهم إذا ما جن جوابا عبد القادر فهذا معناه أنه يقر بأن الله غير قادر أو يأتينا بجواب أو كفة عن ملاحقة والتشني على الآخرين فإنه ليس عندهم من مثل هذا الكفر الذي نجده في كتاب الغزالي الذي يقول كلمات خطيرة كلمات لا شك أنها كفرية ثم تأتي أنت وتغطي وتدافع وإن حشرناك في الزاوية قلت نعم هذا كلام ما فيه شيء كما قلت عن رؤية أبي يزيد أفضل من رؤية الله كلام حق مبين والله يبدل على حماقتك حق مبين ولا غبار عليه طيب جاوبنا عن قول الغزالي ليس فيه إمكان الله أن يخلق خلقا أفضل مما خلق أليس هذا كفر لكن احنا بدنا بس تقول أنه هذا كلام كفر وإن كان الغزالي نرجو أنه تاب والله لو قلت أنا أكون معك لو قلت نرجو أنه تاب نرجو أنه رجع نرجو الله ذلك ليش أنا بدي تضيق الجنة إذا رزق الله الغزالية توبة قبل موته وقد أعلن أنه على ما كان عليه السلف وأن كل ما خالف السلف فهو بدعة وبدع علم الكلام وحقيقة تبديع الغزالي اللي كان غارق في بحر الفلسفة وعلم الكلام هي ضربة غزالية في الصميم في صميم العقيدة الأشعرية يلا عبد القادر ناطريناك ما تنسى عمل لك فيديو هيك مرتب وجاوب عن هذا الكفر إذا ما أجبت معناته أنت بلعت كلام الغزالي أن الله غير قادر وبنسعك تغير اسمك لأنه أنت ما بتعتقد أن الله قادر ليش يسموك عبد القادر يا غادر الغزالي تعرض للانتقاد الشديد من العلماء والمشايخ حتى قال المازري المغربي وغيره عن الغزالي ولقد كاد أن ينسلخ من الدين ينسلخ من الدين ليش تكذب يا عبد القادر وتقول أبدا كتابه أثنى عليه القاصي والداني علماء مشايخ أشاعر مش سلفيين انتقدوا الغزالي فلا تكذب وتقول أثنى على الكتاب القاصي والداني المشكلة إذا ما بينا لهم الباطل يكتمونه ولا يتكلمون عنه هل سوف نجد مثلا يوم من الأيام الرد على أبي حامد الغزالي على هذه الأخطاء لا ما بتطلع من عينه مش ممكن للمرة الأخيرة عبد القادر الله قادر ولا ما قادر قادر يخلق خلقا أفضل مما خلق إذا خلفت الغزالي هذه مخالفة فيه صميم العقيدة ليش ما تكلمت عنها صح النام صح النام عبد القادر أين أنت من هذا الكلام جالس كل يوم ثلاث أربع فيديوهات عيب عيب يا من تذود وتدافع عن الباطل ولا كلمة ليه لأن المهمة السياسية أوكلت لك هذا الخط أنك تشغل عليه كل يوم اثنين ثلاثة فيديو أما عن الباطل الآخر له أكفر لا لا هذا ما يلو على الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به جزى الله خيرا هذا الشاب الصغير الناشئ الذي تكلم من قلبه وأهانك خرجت كلمات من قلبه مفعم غيرة على توحيد الله وعلى صفاء دينه لأنك نازل تجريح وسب وشتم وتنقيس وإهانة وافتراء وتجني وظلم وزور على هذه الطائفة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها التي تدعو إلى التوحيد والتمسك بالسنة ونذي البدعة ضد من يقولون هناك بدعة هدى طيب ليش الله ما جعلها سنة هدى إذا كانت بدعة هدى لماذا ترك الله هذا الهدى ليخرج لنا من بؤرة البدعة ليه أنا بدي أعرف لماذا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال قل إن الهدى هدى الله في آية أخرى قل إن هدى الله هو الهدى ردا على من يقول هناك بدعة ما شرع الله لكنها بدعة هدى ما شرعها الله لكنها بدعة هدى فيرد عليكم ويقال لكم قل إن هدى الله هو الهدى مش بدعتكم هي الهدى يلعب الآذر ناطرينك ناطرينك بدنا فيديو بدنا تحكي لنا كيف العقيدة الأشعرية الغزالية كيف استسغتم هذه البدعة الغزالية الأشعرية أن الله غير قادر على أن يخلق خلقا أفضل مما خلق ناطرينك ها وإذا ما استطعت وعجزت إذن أستر عورتك شوف هذا حنخليه اليوم ضمن العنوان الكبير يعني العنوان لهالفيديو هذا حيكون أستر عورتك ترجمة نانسي قنقر